تفاعل مستخدم مواقع التواصل في السعودية مع فيديو تم تداوله خلال اليومين الماضيين. يظهر عملية اعتداء على أحد الوافدين في مدينة جدة. المقطع نشرته إمارة منطقة مكة على صفحته على تويتر. الأمور تبدو طبيعية في هذا الفيديو في البداية. سيارة متوقفة في شارع سكني. ثم ينزل شاب منها يتحدث إلى أحد المرة. بعد ذلك بلحظات ينزل ثلاثة شبان آخرين من السيارة ويقفون بجوار الرجل. لكن هذا المشهد يتغير وسرعان ما تتصاعد الأمور. وتبين أن ما حدث كان عملية اعتداء منظمة. فلنشاهد. إذن يظهر في هذا الفيديو الثلاثة شباب يحاولون يعني يقاع هذا الرجل في الأرض. أحدهم يضع يده على عنقه. ثم يهرعون بالهروب. ويستقلون سيارتهم. ويغرددرون المشهد أو الشارع بسرعة. والرجل يحاول أن يستيقظ أو يسترجع قواه لمعرفة ماذا جرى له. كما شاهدتم. لم يستغلق الأمر أكثر من دقيقة تقريبا. التفى الشباب حول الرجل الذي كان يمر في الشارع. ثم قام أحدهم بخنقه والآخرين بسرقة محفظته. وعلنت السلطات السعودية القابض على الشباب عبر صفحة الأمن العام. على تويتر. كتب الأمن العام. شرطة محافظة جدة توقف أربعة متهمين في العقد الثاني من عمرهم. لاعتدائهم على أحد الوافدين. وسلب محفظته منه بالقوة والإكراه. وتحيل هذه القضية للنيابة العامة. الحادثة هذه أثارت حفيظة الكثيرين على منصة التواصل الاجتماعي. غرد أبو سلمان. هذه بجاحة وقلة تربية. يعني بجاحة بمعنى وقلة تربية. يسلبون شخصا آمنا بالإكراه وأمام المرة وفي وضح النهار. جراء لأبعاد أو جرأ لأبعاد درجة. سالم الشيباني أتمنى أن يتم إعلان الحكم ليكونوا عبرة لغيرهم. البعض أرجع سبب في الحادثة لبطالة الشباب. يكتب هذا المغرد ويدعى لأي وظفه العاطلين. وتنتهي مثل تلك المشاهد للأبد العتب على المسؤولين. الذين عطلوا أبناء الوطن وجعلوهم لقمة سائغة. مغرد آخر اسمه سلطان. يقول عذب التوظيف ليس مسوغا للجريمة. لكن بالفعل إذا زادت البطالة وراح تزيد الجريمة. والله يسر الحال. وهنا مغرد يدعى عبد العزيز. الكناني يكتب عبد العزيز. ماذا أقوم بفعله؟ هذا عبد العزيز يكتب. الأهم في المقطع وجود كاميرا صورت المشاهد. لو لم يكن هناك كاميرا لما تم التعرف عليهم أو حتى إثبات ذلك. يجب على الجميع تركيب كاميرات أمام منازلهم لحمايتها. وتساعد على ضبط الأمور.